اشتركوا في القناة التي لا تخدم العلاقات بين فرنسا ودول العالم الإسلامي مع مطالبة المجتمع الدولي لإصدار تشريعات دولية تجرم الإساءة للأديان والأنبياء والرسل والثوابت الدينية كما أشار معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس مجلس النواب لأن كلمته أمام مؤتمر البرلمان الإسلامي يوم غد الأربعاء ستتضمن الموقف النيابي البحريني الإسلامي كما وفق المجلس خلال الجلسة على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون بشأن نظام المحافظات وقرر إحالته إلى مجلس الشورى الموقر وعلى ذات الصعيد ناقش المجلس تقارير اللجان الخمسة الدائمة ولجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص المشاريع بقوانين الموجودة لدى مجلس النواب والتي لم يبت فيها في الفصل التشريعي الثالث واتخذ المجلس قراراته بشأن التقارير المقدمة من اللجان كما وتقدم عدد من السادة النواب باقتراح برغبة بصفة الاستعجال بوقف رسوم وزارة الصحة البلغ 72 دينارا بشأن الخدمات العمالية الصحية وتقرر تأجيل تقديم المقترح وبحثه في جلسة المجلس القادمة وخلال الجلسة أيضا وفق المجلس على تمديل عمل لجنة دراسة برنامج الحكومة لمدة 12 يوما كي تتمكن اللجنة من إجراء المزيد من المناقشات واللقاءات مع الحكومة الموقرة كموافق المجلس على طلب انضمام النائب أحمد قراطة والنائب محمد المعرفي إلى لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة من جانبه أكد سعادة النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة أن اجتماعا لجنة مع ممثلية الحكومة أمس جاء إيجابيا ومثمرا ويعكس حرص الحكومة على إنجاح التعاون بين السلطتين التشرعية والتنفيذية اليوم المجلس مدد عمل اللجنة لمدة 12 يوم وأكد بأن الـ 12 يوم تحتسب من تاريخ 15 وبالتالي تم تمديد عمل اللجنة لغاية تاريخ 27 وهو الثلاثاء القادم ما توفقنا عليك أضاع في اللجنة بأن نرجع مرة أخرى إلى وفر الحكومة الموقرة في بعض الملاحظات التي وجهوها لنا في اجتماع الأمس وأكد بأنه كان اجتماع مثمر وإيجابي ونشكر أيضا الحكومة الموقرة برأسة صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لتعاونها المثمر مع اللجنة أنجزنا الكثير وبقى هناك بعض النقاط التي إن شاء الله سنتشاور ونتوافق عليها بعد ذلك طبعا سترفع اللجنة كما تعلمين تقريرها إلى المجلس والمتوقع أن نرفع التقرير لكي ينظر في جلسة 3 فبراير وبعد ذلك يتخذ المجلس الموقر بالتصويت قراره على تقرير اللجنة وهما يتعلق بقبول برنامج جامعة الحكومة أو غير ذلك